أكد خبراء الأسلحة الكيموية أن غاز الخردل استخدم في المعارك في سوريا في شهر آب أغسطس الماضي بحسب تقرير لمنظمة حضر الأسلحة الكيموية في لهاية ووثق التقرير استخدام غاز الخردل في معركة بين مسلحي الدولة الإسلامية ومجموعات مقاتلة أخرى في بلدة مارع شمالية حلبة الأمر الذي يعد بمثابة أول تأكيد رسمي على استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا ويثير التقرير مخاوف أطراط دولية من احتمال وجود مخزن كيموية لم يفسحانه النظام السورية